اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح صدام حسين اسمه الكامل صدام حسين عبد المجيد التكريتي ولد في العام 1937 في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل نيسان في قرية العوجة الواقعة في محافظة صلاح الدين في العراق وينتمي الى عشيرة البيجاد وينتمي الى عشيرة البيجاد وهو الرئيس الرابع لجمهورية العراق وقد استلم الحكم فيها من العام 1979 وحتى العام 2003 ولد صدام حسين في قرية العوجة وعائلته كانت تعمل في قطاع الزراعة وتوفي والده قبل ولادته بمدة ستة اشهر ثم توفي اخوه الاكبر بمرض السرطان وكان صدام في العمر الثالث عشر والده حسين عبد المجيد كان رجل فقر عاش في حياته يتيم الوالدين وكان يعمل حارسا والدته صبحة كانت تعاني من الفقر وعملت في قراءة الطالع وتوفيت في العام 1982 وقد اعدم صدام حسين في العام 2006 في اليوم الثلاثين من شهر ديسمبر كانون الاول في مدينة بغداد العاصمة ودفن في قرية العوجة وكان قد بلغ من العمر 69 عاما انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات